هروح لأخبارنا ونبتدي مع كرة الياد كرة الياد دي يمكن عودة الدوري المحتلفين بكرة أول مباراة لنا إن شاء الله مع نادي سموحة في صالة الأمير عبدالله الفيصل الساعة الثامنة يمكن مباراة كتبادري اتأخرت للساعة تمانية لأمور تخص البث التلفزيوني بدأ شوية مصابين يرجعوا ومصابين كورونا يرجعوا ولكن استيل عندنا أربعة مهمين جدا من ضمن الغيابات عندنا عمر سامي وعبدالعزيز إيهاب زيزو وأحمد راضي وأحمد عادل التأهيل وقدامهم شوية وقت بسيط ويرجعوا تاني لأرض الملعب بإذن الله المرحلة دي بفكركم بيشارك فيها ست فرق بس احنا خلاص بقى اللي فات خلص دوقتي ست فرق الأهل الزمالك طلق الجيش سبورتنج سموحة البنك الأهل المطش اللي بقى كده هيبقى عندنا طلق الجيش المطش اللي بقى كده نقاسف عندنا على ملعبنا اللي هيكون اللي على ملعبنا بعد كده هو طلق الجيش ولكن في أسبوعين هيبقى مباريات من الرايح جاي هيلعب مع سبورتنج المباراة اللي جاي المطش اللي جاي هيبقى سبورتنج زي ما قلتوا حالكم هيبقى يوم الخميس طبعا في رقيتنا ان شاء الله بتستعد بشكل جيد طريق محروسك مدير الفني بيحاول يزبط كل الفرقة مع الدوليين مع المصابين وخلينا أقول لكم انه كل ده ما كانش بتخطط له اللي كان بتخطط له ان احنا في الوقت ده هنكون منتخب مصر بيلعب بتوط أفريقيا في المغرب ولكن اللي شعل بالدنيا هو تأجيل بتوط أفريقيا كان لقى أجل غير مسمى الأول وبعد كده يتأجل لشهر سبعة فطبعا كل ده أربك حسابات لجنة بدير اتحاد كرة اليد واضطر ان هو يبضر المباريات بدري عشان بعد كده يدي فرصة للمنتخب يعني الموضوع ما كانش مترتب لكل أجهزة الفنية في مصر ما كانتش مرتبة ان الدور ينطلق في الفترة دي ولكن كل التوفيق فيه مطشط وديات لعبة الفترة اللي فاتت منتخب السعودية شفنا مباريات أخرى لعبها الفريق الأول استعدادا لانطلاق الجد بقى إن شاء الله من بكرة مع سموحة كل التوفيق إن شاء الله الفريقنا فريق كرة اليد غدا بإذن الله طيب هنروح لكرة اليد سيدات نفس الحالة بس يمكن هم الرجال سبقين شوية السيدات دلوقتي فيه راحة ما بين الدور الأول والدور الثاني فريقنا خدت أول المرحلة الأولى من رصيد 54 نقطة من كلهم من فوز ما فيش تعادل يمكن الفرق اللي جاي بعديها يمكن على الأقل اخسارة واحدة طبعا الكابتاليح يوسف في المدير الفني رافع الحمل شوية مع اللعبات فيه جيم بيتمرانه جيم بيتمرانه في الملعب لأنه لما يجي الجد مع المباراة ما فيش مباراة سهلة يعني يمكن أفكركم برضو من الستة لالعبوا احنا قلنا لحضراتكم الستة لالعبوا في الرجال برضو في السيدات الأهل الشمس التيران سبورتينج الزمالك الجزيرة وده كان ترتبهم الحقيقة فطبعا أو من المجموعة الأولى ومجموعة تانية ترتبهم يعني المجموعة الأولى ومجموعة تانية الستة هيلعبوا راح جاي يعني عشر مباراة وبعد كده هيبقى فيه أربع فرق اللي هيتطلعهم اللي هيلعبوا النهائيات مرحلة طويلة عندنا إصابات آه عندنا إصابات بنجهز عندنا مشكلة في حراسة المرمى عندنا مشكلة في حراسة المرمى ولكن حتى الآن الحمد لله الفرق ماشي بشكل جيد كابتناح يوسف عنده بلان وخطة شغال بيها بيصعد حراسات المرمى لفرق الناشئين بيستعين بيهم ويمكن كان معنا في الحلقة القبل اللي فاتت وشرح لنا كل الأمور دي يعني باستفادة وإزاي نقدر الفترة اللي جاي إنه يقدر يعمل منوفر أو يقدر يغير ما بين اللاعبات بحيث أنه يعني يتغلب على النقص العددي بسبب الإصابات وإن شاء الله لما نوصل للنهيات نكون في أحسن حال وبفكركم أن الفرقة دي هي حامل لقب الثلاث بطولات السنة اللي فاتت الدوري وكاس ومنطقة السنة اللي فاتت نتمنى إن شاء الله الحفاظ على الإنجاز ده السنة دي خاصة في ظل أن الفرقة التانية قوت نفسها يعني الشمسة بتأفضل الترامب الأفضل السبورتينج بتأفضل ولكن إن شاء الله كلنا ثقة في كابتن إيحا يوسف واللعبات